السلام عليكم طالبات نبدأ اليوم الدرس جديد عندنا هو من يونس 7-7 الدرس السابع The Asian Games الألعاب الآسيوي فهنا نغطينا بعض الأسئلة عليها ما نقدر نجاوب عليها إلا بعد نقرأ ونفهم القطعة اللي موجودة على هذا الموضوع فقالنا The Asian Games الألعاب الآسيوي The Asian Games are healed every four years تقام كل أربع سنوات Young people from all over Asia compete in more than 30 kinds of sports نقول الشباب من مختلف قارة آسية يتبارون في أكثر من 30 نوع من الرياضات It is an exciting festival يكون عبارة عن مهرجان رائع The strength and the skill are tested and the friendships are both between people from different countries القوة والمهارة يعني هنا يوجد اختبار للقوة والمهارة وكذلك تبنى علاقات صداقة بين الناس من مختلف البلدان بين الأشخاص من مختلف البلدان The games are also an opportunity for cultural exchange يعني هذه الألعاب هي عبارة عن فرصة للتبادل الثقافي لأن البرنامج يتضمن عروض موسيقية ومعارض للفن العمارة والفنون الأخرى تاريخ الألعاب The Asian games were started after the end of the second world war بدأت بعد الحرب العالمية الثانية The idea was to build international friendship through sport وهي الفكرة أنه بناء علاقات صداقة عالمية من خلال الرياضة This idea came from India هاي الفكرة جاءت من الهند So the first games were held in the Indian capital New Delhi لذلك أول الألعاب قامت في العاصمة الهندية هي New Delhi In 1951 In that year في تلك السنة 489 athletes from 11 countries took part in the games وفي تلك السنة 489 رياضي من 11 بلد شاركوا في هذه الألعاب Since then The number has ground ثم بعد ذلك بدأ ومنذ ذلك الحين بدأ بدأ العداد تتزايد And now More than 40 countries compete in the game الآن أكثر من أربعين بلد انضمت لهذه الألعاب The OCA شنو هذي الألعاب راح نتحرف علي نقول The Asian Games are organized by The نقول الألعاب الأولمبية أسست أو نظمت بواسطة الألعاب The OCA These letters stand for هذه الحروف عن شو نقول تمثل For the Olympic Council of Asia أسيا يعني المجلس الأولمبي الأسيوي 45 countries and regions are members of the OCA نقول أربعة وأربعين بلد وإقليم هم أعضاء في هذا المجلس And most of them have won medals at the game وأغلبهم ربح ميداليات خلال هذه الألعاب نقول Where they have been healed يعني أين أقيمت نقول And most recently The Asian Games have been healed in Doha نقول يعني حديثا قيمة الألعاب الأسيوية في Doha قطر 2006 2006 و كوانزو مدينة كوانزو اللي هي موجودة China 2010 2010 And ومدينة إنشن ومدينة إنشن سوف كوريا في كوريا الجنوبية 2014 في 2000 و 2014 فسنا نجي إلى إراك's record in the games يعني السجل العراقي بهاي الألعاب نقول الآن إراكي team has attended the Asian Games seven times since 1974 نقول يعني المنتخب العراقي كان حاضر بالألعاب الأولمبية سبع مرات منذ 1974 Up to 2014 إلى حد 2014 إراك has won six gold medals 15 silver medals and 23 bronze medals العراق ربح خلالها هذه في فاز ب ستة ميداليات ذهبية و 15 ميدالية فضية و 23 ميدالية برونزية which is unusually good for a country in a difficult situation مو هذا يعتبر شيء يعني غير محتاد أو غير طبيعي لبلد يعيش بظروف صعبة An extraordinary Iraqi comitator was Ali Adnan Amir نقول المتصابق الغير اعتيادي العراقي هو اسمه Ali Adnan Amir who at just ten years old competed in a man's two hundred metros individual medley hit at the Asian Games in Doha إنه هذا الطفل ما يتجاوز عمره عشر سنوات سابق في سباق الفردي ميتين متر للرجال والأشارك فيها بالألعاب الأولمبية الألعاب الأولمبية الأسيوية في الدوحة قطر on 6 December 2006 بالسادس من شهر ديسمبر 2006 نفس الحال لأن هذا ما رح يكون بفد قواعد عبارة عن قطعة فراح يكون هو عبارة عن أسئلة فخلنا نحلل الأسئلة والشيء اللي موجودة علي فوق هنا سألنا بعض الأسئلة قال How much do you know about the Asian Games ما تعرف عن الألعاب الأسئوية فقال Can you answer the question رح نجرب عليها How often do the games take place كل شي قد تحدث الألعاب الأسئوية Every four years كل أربع سنوات When did they begin متى بدأت قلنا 1951 After the Second World War بعد الحرب العالمية الثانية Whose idea was it to hold the games يعني الفكرة منين إجت نقول The idea come from India إجت من الهند لإقامة الألعاب الأولمبية الأسئوية Where were the first games healed أي أقيمت أول لعبة في نيو دالهي أي يقيمت أول لكابتل الإنديا عاصمة الهند Where & When were the last games healed آخر شيء أو آخر الألعاب أين أقيمت؟ هي في إنتين south korea كوريا بالألفين وأربع عشر. وقال إن هاذ إراك واني ميداليات انه غيمز. هل إراك ربح اي ميداليات بهذه الالعاب. فالجواب يس. ونكتب إنقول إنها سيكس غولد يعني ربح ست ميداليات ذهب. ففتين سيلفا وان ثوين ثري برونز ميدال. وثلاثة عشرين ميدالية. برونزيين. تمرين واحد عليه هاذه. قال إنه تايتل. نكتب الأنوان مع القطعة. قال إنه ما كان الفكرة خلف الألعاب هاذي. هي جواب. الفكرة كانت تبولد ان ترناشل فرينشيب ثرو سبوت إنه واحد يبني علاقة صداقة من خلال الرياضة. هاو ماني سيلفر ميدال هاز هونغ كونغ وان. هاذا عدكم المخطب. كم مره ربحة هونغ كونغ الميدالي الفضيية. وهنانه. where were the 1998 Asian Games yield. هنانه هاذي جواب. هنانه هاذي جواب. هنانه هاذي جواب. هنانه هاذي جواب هم من. تسوفونا التاريخ بثمانية وتسعين. وين أقيمت الألعاب. هم بالجدول. ولوين هved the Asian Games yield in Boatham. 2002. وين أقيمت الألعاب الجديدة. أنا طلعتها لكم فمعتقد بعدي شيء الموضح.